طيب تعالى نبتدي بالنهارده ومحش النهارده الأهلي والمقصة وفكرة عودة الأهلي بقى للمباريات المحلية بعد مشاركات أممية وقارية وحاجات زي كتين يمكن زي ما حداك قلت فعلا الأهلي النهارده بيعود لبوطات المحلية في مصر يمكن آخر مباركة الأهلي وفيوتشر في ديسمبر الماضي م обратull 1-1 النادي الأهلي يمكن دي قوي مباركة نادي الأهلي محلين بعد 58 يوم غياب طبعاً مباراة مهمة لأن النادي الأهلي النهاردة لو كسب مصر المقاصة هي متصدر الدوري فارق نقطتنا عن بيراميز اللي هو متصدر حالياً طبعاً مباراة مهمة طبعاً نادي الأهلي طبعاً هي أفضل استعداد للنادي الأهلي قبل مباراة سان داونز المهمة يوم السفت المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات الدورة بطلة أفريقيا طبعاً مستر بيتسو موسيماني حدث أهمية كبيرة لهذه المباراة اللي لو الأهلي كسب هتخله للصدارة يعني متوقع أن موسيماني ممكن يدفع ببعض العناصر الشابة في المتش دا؟ أعتقد أنه يبقى صعب لأنه ممكن كسر ربطه كان فيه فرصة أنه يجرب بعض اللاعبين الشباب أو الناشئين ممكن نلاقي النهاردة عنصر واحد لكن عناصر كتير في الشباب زي كسر ربطه يبقى صعب الأهلي النهاردة يبحث أنه يفوز أنه يسعي بس أنا كنت أرصد فكرة أنه يدفع بناسه وخلاص عارفهم وعارف قدراتهم وإمكانياتهم مش لسه هيكتشف دفع في الملعب لا زي ما حدك قلتوا ما فيش طبعا اكتشاف خلاص اكتشاف ده كان في كسر ربطة والعناصر اللي هو استكرر عليها الموجودة في الفريق الفترة الجاية سواء في دورة أبطال أفريقيا سواء في أي بطولة تانية لكن أنا بأعتقد أنه لو في عنصر أو اثنين ممكن يكونوا موجودين في التشكيل اللي هو استكرر عنه قبل كده لكن هو الأهلي طبعا هلعب التشكيل الأساسي مع طبعا الغيابات اللي موجودة أنه طبعا الأهلي بيبحث عن استدارة النهاردة قدام مصر المقصة وطبعا بيبحث أن بعد التعادل بتاع ماتش الهلس وداني الدارة أبطال أفريقيا بيبحث عن استعادة الانتصارات بعد كسعامل أندية وأنه كمان يخش في الجو قبل ماتش الساندونز